السلام عليكم أنا هشام من قناة مختصر الزراعة اليوم بنا نحكي كيف نجهز الأرض للشتاء مثل ما انتم لاحظين هذه الأرض اللي تحتية بدي أجهزها للشتاء أول شيء بقوم بتعزيل الأرض من الأوساخ والعدان الكبيرة مثل ما انتم لاحظين هذه الأوساخ والعدان الكبيرة كلها بأعزلها هذا العود الورق تبعه بخليه بالأرض بالدية تمام فبعد ما انت تعزلها من الأوساخ والعدان الكبيرة ببلش بنكش الأرض هاي النكشة اخوتي الكرام الفلاحين القدامى كانوا دايما ينكشوا الارض وحتى لليوم بنكشوا الارض عشان يزرعوها شعير ليش بنكشوها؟ هسا أنا التربة لما بنكشها بهذا الشكل قبل الشتاء وأفتحها بهذا الشكل مثل ما بتلاحظوا لما تنزل مية المطر هون في المنطقة المنكوشة تتشربها فورا وبتنزل على الارض وهاي التربة مثل ما انتم لاحظين صحيح انها طرية في ناس بتكون عنده مية تربة رابصة مش محروثة بالمرة حروثها لانه المي اذا ما حرثت بتصير تنزل عليها مية المطر وتمشي وتروح ما بتمتص كمية كبيرة منها اذا بدك ارضك تبلع مي بالشتاء وتستفيد لازم انك تحروثها ما عندك المنكوش هذا بامكانك تستخدم المجرة فيه مثلا عندي هاي المنطقة بدي ازراحة وحواط تمام؟ ببلش انكش فيها بهذا الشكل اي حفر المهم انه انت تضمن انه النبات انه الارض انتصت المياه رح تمتص كمية من المياه بهذا الشكل ببلش احفر التربة وانكوشها هسه مستحيل مستحيل هاي المنطقة المنكوشة بتمص مي زيها زيها هاي بتمص مي اكثر هذي النقطة جدا مهمة ضروري هسه تبحشو الارض ضروري تنضفوها وتعزلوها وتجهزوها للشتاء لان رح تسوي احواض للفجل للجرجير للخس للسبانخ طبعا اخوتي الكريم في شغلة نسيتها كنت حكيلكو عنها بس نسيتها قبل لما تعرف حالك بدك تسوي هون حوض مثلا احواض بدك تزرع فيها الزرعات الشتوية اللي هسه رح نتكلم عنها اهم شي السماد البلدي الزبل تبلش تفرد فيه على التربة قبل ما تنكوشها ومن ثم اقوم بالنكش فوق الزبل مثل ما انتم لاحظين هذا الزبل شايفينه ببلش انكوش في الاتراب عشان يختلط بهذا السماد الحيواني مثل ما انتم لاحظين شوفوا كيف شوفوا كيف التربة شوفوا حتى لو عندك تربة رملية حتى لو عندك تربة بيضاء حمراء اي نوع من التربة سوي معها زي هيك غذيها غذيها دائما زبل الحيوانات جدا مفيد فيه نيتروجين فيه اشي شايف هاي المنطقة اللي انا سويت فيه هذا الزبل والنكش هذا ونزل عليها مي المطر وكذا وكتسبة نيتروجين من ميت المطر الى اخرية هاي منطقة بتسوي فيها احلى حوض والله الحوض ما بحتاج سماد لو تزرع فيها شوية فجل انه بتصير حبت الفجل بدون ما تحتاج سماد حتى لو تربتك كانت رملية حتى لو تربتك صحراوية اهتم بتربتك حسن خصائصها بنفسك اذا عندك حوض استغله ممنوع اخوة الكرام ممنوع منعا باتا اي واحد عنده حوض فاضي يتركه فاضي هاي الشتوية كل كوب تكون تزرعه كل واحد لازم يزرع اي شي يزرع زينة خضربات كل من ايدك يا رجل عندك نعمة تراب ومي ليه ما تزرع هي كلها بزرع هسا نهاية لم البذور كل شي لم بذور وزرع وجرب زرعه ما تخلي اي شي الا تزرعه معلش متحمس كثير لاني حبك وكل كنت تزرعه صراحة الان اخوة الكرام جيبلي ورقة وقلم الله يصير بيتك اختي الكريمة ورقة وقلم اكتبوا معي ايش الاشياء اللي ممكن تزرعوها بالشتاء يعني من شهر عشرة او طالع تمام احنا هسا نهاية شهر تسعة من شهر عشرة او طالع الفول البقدونس الخس الكرفس الكزبرة البازلاء البنجر الملفوف الزهرة او القرنبيط الفجل الثوم البطاطس البصل يعني في انواع من البصل بتكون شتوية لما تروح على صاحب السيطالي الزراعي كله بدي بصل شتوي بدي ازرع طبعا انا رح افرجيكم كل هذه الزرعات احاول اني كليات او الجزر صحيح نسيت الجزر لا تنسوا الجزر كمان يزرع في الشتاء كل هاي الاشياء اللي حكتلك يا تزرع في الشتاء فان شاء الله انه احاول اني ازرع معكم كل هاي الاشياء رح احاول اني ازرعها انتو بتعرفوا انه ما عندي انا بيت في اياتو حكورة انا بصور في حكورة جدي او بصور في المزرع او بصور عند الناس فطبعا ان شاء الله انه بحاول اني اخذ اذان من الناس بحيث اني ازرع لكم كل هاي الاشياء أسوي لكم أحواض وعلمكم زراعة كل شيء ولا شيء ما بقدر أزراعها في حكورة بزرع لكم إياها في أصيص أو في طرق معينة للزراعة إن شاء الله رحكي لكم عنها قديما أتمنى أنكم استمتعتم وستفدتم بهذا المقطع دائما بقول لكم لازم تزراعها عود حالك على زراعة بتحبها ما بتحبها حاول فيها تقطق فيها شوي شوي بتلاقي حالك تعلمت كثير حلو الزراعة أتمنى ما ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناة كانوا من الدعم والتحفيز بارك الله فيكم كان معكم أخوكم إشاء من قناة مختصر الزراعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إلها لأنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم